أحيانا أنا لما أصلي أخطي في بعض الآيات مثلا كنت أقرأ في سورة الفتح محمد رسول الله إلى آخر تقول بدل ما أقول مغفرة وأجرا عظيمة قلت كريما يعني هل علي شيء تقول أنا عدت الصلاة وسجدت لسه يا أم محمد بارك الله فيك أولا قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة قراءة الفاتحة هي الركن هي الفريضة في قول جماهير أهل العلم أما ما زاد عن الفاتحة فهذا سنة مستحبة يعني لو ما قرأتي ما عليك شيء الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا أخطأ في قراءة ما زاد عن الفاتحة يعني مثلا مثل ما صنعتي أنت بدل ما تقولين أجرا عظيمة قلت أجرا كريمة مثلا هذا يحصل أخت الفاضلة يعني يحصل يخطي الحفاظ والقراء والمتقنين يخطئون في هذا أحيانا فهذا ما يوجب بإبطال الصلاة بارك الله فيك صلاتك صحيحة وأيضا ما يلزم سجود السهو ما يلزمك لا سجود السهو ولا إعادة الصلاة فتنبه لهذا بارك الله فيك أنت ما تعمدت ذلك وأفترض حتى لو تعمدت هذا ما يبطل صلاتك لأن التعمد صار في سنة وليس في ركن نبي عليه الصلاة والسلام مر نسي آية وهو في الصلاة فلما انتهى سأله أبي بن كعب قال صليت معنا قال نعم قال ما منعك يعني أن تفتح علي وما سجد للسهو عليه الصلاة والسلام عموما أختي الفاضلة أخطأت حينما عدت الصلاة وأخطأت حينما سجدت للسهو لأن هذا لا يوجب سجود السهو ومستقبلا إذا حصل منك هذا ما عليك إثم صلاتك صحيحة والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذا في الواجبات هذا في الأشياء العظيمة كيف في المستحبات بارك الله فيك شكرا